موسيقى بالنسبة للشهر 12 والإدعش والعشرة فأنا لازم أنه لقي لهم حل أوتوماتيكي فهو بدي أستخدم هون بهالحالة معادلة لن ومعادلة إف معادلة لن تعطيني عدد المحارف الموجودين بخليمة هلوني أخذ قبل أرجع على معادلة سل أخذ فايل نايم ورفرنس A1 مسكرة وأنا أعطاني هدو إذا أخذت معادلة لن أعطيني عدد المحارف اللي موجودين هون فرح يعطيني إياهون 46 رح سكر سعيد سمي شهر واحد شهر 12 افتحوا لاحظوا هون كان 46 صار 47 وهون بدال 12 أعطاني 2 فأنا بدي يعطيني 12 فهونا بدي أستبدل كل هالخلية هاي ببدال واحد بدي أحط اتنين فأنا فيني أخذ هاي المعادلة كلها يعدها أبدون يساوي أعمل لك كنترول سي أو كنترول إكس وهي المعادلة كلها يعدها أعمل لك كنترول سي بدون يساوي وبلش بمعادلة إف 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 لن إذا كان عدد المحارف لمين؟ لمعادلة سل بساب 4047 فأعطيني هاي المعادلة بس بدال واحد بدي أحط اتنين وإلا أعطيني هاي المعادلة وخلي الواحد مثل ما هي وبعطي انتر طبعا أنا هون في عندي دالة سيل ما سكرتا سكرة وبعطي انتر إذا هون أعطاني 12 ضلت هون 47 رعطي save رح سكر رح عاملوا شهر 3 rename شهر 3 رح أفتحو لاحظوا أعطاني هون 3 هلا رح أضب بيانات افتراضية هون بشيل تحديد الوراء كله and group sheets اشتغل بالورقة الأولى عن بيادين مثلا 150 ألف ودور من الفترة السارقة هون المجموعة عملت سم من A6 إلى A479 ما بتفرق يعني بكل بساطة هي طبعا سم سم من A6 إلى A60 إلى آخره هاي المجموعة عملت سلسلة ليلة هون صار المجموعة المدين ومجموعة الدائن هون الرصيد هو عبارة عن مجموعة المدين ناقص المجموعة الدائن هون معادلة if رح تيكون مدين أو دائن لو if إذا كانت هالخلية أكبر من الصفر بعطيني مدين وإلا يعطيني دائن ولا حتى يعطيني فاضي لما لما بيكون هون ما في شي ففيني يقلو if هالخلية بتسعب الصفر عطيني فراغ وإلا اشتغلي بالif التاني هلا رح حط مثلا 250 ألف مبيعات و10 ألاف رواتب صارت الورقة الأولى جاهزة بدي جاهز الورقة الثانية بحيث أنه تاخد مدور من الورقة الأولى بدي استخدم معادلة in direct طبعا هون يساوي هاي الخلية هاد المدور هون متل ما شفنا كمان بدي استخدم دالة cheat بشان أنا أخذ هالنص هاد متل ما هو خليني أعمل له هادا نص واحد حطت قبله إشارة كوتيشن وبعده إشارة كوتيشن هاي الواحد بداله بدي حط sheet بسكر النص اللي قبله بعطيه بإشارة كوتيشن بعطيه و sheet بسكر sheet بعطيه و والنص اللي بعده كمان بدي أعطيه إعلامة كوتيشن بشان يصير نص كامل هلا أعطاني هون ثلاثة سي أربع وأنا ثلاثة بديها هتصير واحد وبطرح sheet ناقص اثنين صارت واحد C أربع هاد الحكي بدي ساوي رابط رابط فبقل له indirect وبعطي enter أعطاني 390 ألف من وين جابه؟ جابه من الورقة الأولى إذا أخذت هاي نسختها وراحت على جميع الوراق البقيانة خدد select all sheets لغيت الفهرس والواحد والاثنين وجيت لهون أعطيته control و v فأعطاني نفس المدور ولكن هلا إذا أزجيت على الورقة الثانية وعطيته مثلا هون على سبيل المثال 5000 نفس ريات فرح لاي أنه صار المدور 385 هون 385 فيني كمان أنه أنا أخذ الرصيد إذا كان دائن رغم أن الصندوق ما رح يكون دائن بس ولكن ممكن أنا عم بشتغل الحساب شي معين فأنا رح قاله select select all sheets طبعا الفهرس واحد ما بدي إياها المدور هون هاي القيمة رح أخذها متل ما هي كنترول و x أقول له إذا كانت هاي القيمة إذا كانت هاي القيمة أكبر من الصفر أكبر من الصفر أعطيني الصفر فأعطيني الصفر هاي القيمة وبعطي enter هلا رح جرب مبلغ كبير على سبيل المثال 500 ألف فرح لقي هون المدور صار دائن والمدين ما بقى في شي هلا ثم ضل علي نرتب الفهرس فيني بدال المقبوضات والمدفوعات حط مدين ودائن أو خليهم مقبوضات ومدفوعات وفيني هون كمان حط مقبوضات ومدفوعات بدال مدين ودائن إلى آخره هون رح أجي على نفس الطريقة بالمقبوضات أنا هون بدي من الورقة واحد هاي وبالمدفوعات هون بدي بالورقة واحد هاي والرصيد بدي إياه يكون من الورقة واحد هاي إذا عملت كنترول وزال رح رأي المعادلات ظهرت هون هون في عندي واحد A4 بي أربعة من الورقة واحد وهون واحد من السي أربعة رح أخذ الواحد من هون والA أربعة والسي أربعة رح نشو كيف رح ناخده خليني بلش بالA أربعة كيف بدي طلعه حرف الA كيف بدي طالعه بشكل ديناميكي خليني أخذ معادلة شار معادلة شار تعطيني شو الكاركتر لأي رقم إذا أخذت مثلا الرقم 64 فرح يعطيني Add 66 رح يعطيني B 65 هو A معادلة كولومن تعطيني رقم العمود اللي أنا فيه ثلاثة الآن 65 إذا شلت منها ثلاثة فيبقى 62 خليني جرب مرة تانية رح عمل Ctrl و Z هاي المعادلة رح أكتب 62 أكتب 62 وضف لها كولومن وأعطيها Enter فأعطاني A إذا شلت له هون رح يعطيني B وهون رح يعطيني C الاربعة رح تكون ثابتة بجميع الأوراق و رح قلو و أربعة A أربعة B أربعة C أربعة رح أخذ المعادلة مرة تانية إذا هون بتساوي الورقة واحد A أربعة رح أعطيها Cotation name Cotation بدال الواحد بسكر النص اللي قبله بCotation وبقاله و بدال الواحد رح أعطيه row A 1 تعطيها والنص اللي بعده رح أفتح Cotation مش هنصير نص هلعطاني هون واحد الورقة الأولى الخلية A أربعة الأي بدي بدلها بهاي المعادلة هاي المعادلة كلها بدال الواحد النص اللي قبله بسكره بCotation بقال له و أعطيني هاي المعادلة وبقال له و والنص اللي بعده كمان بعطيه Cotation كمان هون أعطاني E أربعة إذا أخذتها لهذهذه لهون نسقتها وجبتها لهون رح يعطيني A أربعة هون B أربعة وهون C أربعة وإذا نزلت لتحت رح يعطيني الورقة الثانية وهكذا هلأ رح أسبق إبدالة Indirect هون أعطاني القيمة وهنا رح أنزلت إلى تحت هاي المقبوضات وهي المدفوعات وهي الرصيب بكل يوم ضل عندي شغلة واحدة بس هي موضوع الرقم الناقص بدعم يكون عليه إشارة ناقص أنا فيني استخدم الكود اللي أنا بزماناتي شرحت عنه رح عن نمبر موجود هذا الكود بهذه الخلية أخذو بنسخو كنترول و سي الفهرس الأرقام اللي موجودة فيه كل يعتبر رح رح لهون وحط له هذا الكود كورة تنسيق المحاسبة وبعطيه أوكي أعطاني هون الأرقام الموجبة بهذا الشكل والأرقام السالبة بهذا الشكل هذا هو موضوع يومية الصندوق أتمنى أنه تكون توفقت الملف اللي اشتغلت عليه رح أتركه بالمرفقات و رح حطه بجميع الدروس بهذه السلسلة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم دائما كل جديد وبتمنى أنه اسمع منكم ملاحظاتكم ملاحظاتكم